السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا في قناة كراءات وحكايات تقديم العدد 11 من سلسلة رويات رجل المستحيل المؤامرة الخافية الاختبار احتبست أنفاس المراقبين وهم يتابعون بأبصارهم السيارة التي انطلقت بسرعة تتجاوز المائتي كيلو متر في الساعة عبر طرقات شديدة الإنحناء والتشابك بمهارة نم عن مدى جرأت وهدوء أعصاب قائدها وشهك بعضهم من شدة الانفعال عندما توجهت السيارة بثبات نحو جسر صغير تم تحطيمه مسبقا وببراعة فائقة كفزت السيارة السابحة في الهواء مسافة 6 أمطار قبل أن تستقر عجلاتها على الجانب الآخر من الجسر المحطم وتعاود انطلاقها بين الطرقات التي تشبه في تكوينها العام المتاهة التي يتسلل عديدون بحل غموضها في رقن التسلية بالصحف والمجلات وأخيرا وبأسلوب رائع توقفت السيارة على بعد سنتيمترات قليلة من حائط ضخم وكفز منها رجل وسيم طويل القامع عريض المنكبين أسرع يخرج مسدسه من جراب معلق أسفل عضده الأيصر وأطلق ثلاث رصاصات أصابت كل منها ببراعة منقطعة النظير أحد الأهداف الاختبارية المرتكزة على يمين الحائط ويساره وفوقه بتوزيع عشوائي ابتسم الرجل الوسيم بارتياح ثم نفس بهدوء الدخان المتصاعد من فواهة مسدسه وعاد يدصه في جرابه على حين ساد الصمت التام حيث يجلس المراقبون إلى أن قطعه أحدهم وهو يقول بصوت لم تفارقه الدهشة بعد مذهل لو لم أشاهد هذا بعيني لتصورت أنها إحدى الخدع السينمائية التي تعمد إليها الأفلام الأمريكية التي تعتمد على الحركة ابتسم مدير المخابرات الحربية المصرية عند سماعي هذه العبارة وقال وهو يتطلع بإعجاب إلى الرجل الوسيم الذي أخذ يتقدم بهدوء نحوهم وقد حلت شفتيه ابتسام هادئة لو أنك تعاملت مع هذا الرجل مثلي ما أدهشتك أفعاله إننا نطلق عليه في أروقة المخابرات اسم رجل المستحيل تم تم الرجل وقد اختلطت دهشته بإعجاب شديد واضح أعتقد أنه يستحق هذا اللقب عن جدارة كان رجل الوسيم قد وصل إلى حيث يجلس المراقبون فرفع يده نحو جبهته بالتحية العسكرية وهو يقول بصوت قوي النبرات المقدم أدهم صبري من المخابرات الحربية المصرية في خدمتك يا سيد سأله مدير المخابرات باهتمام ما نتائج الإختبار أيها المقدم أجاب أدهم رائع يا سيد إن التعديلات التي تم إدخالها على محركات هذه السيارة قد رفعت قدراتها بشكل واضح فلقد تجاوزت سرعتها لمائتي كيلو متر بسلاسة دون أن يشكو محركها كما أن زراع السرعة الخامسة التي تمت إضافتها تستجيب بمرونة أما بالنسبة لفرامل الإيقاف الحرج فهي ممتازة أومأ مدير المخابرات برأسيه راضيا ثم التفت إلى المراقبين وقال أهنئكم أيها الرجال وجد نجحت التجربة وفازت المخابرات الحربية بسلاح سري جديد اختلطت صيحات الفرح بتنهدات الارتياح والتفت كل من الحاضرين يهنئ رفيقه على حين أشار أحدهم إلى أدهم صبري وقال محدثا مدير المخابرات رجلك هو الذي يستحق التهنئة يا سيدي فلولا جرأته الشديدة ومهاراته الفائقة ما تم اختبار قدرات هذه السيارة أبدا اهتسم مدير المخابرات وربط على كتف أدهم وهو يقول لهذا وقع اختياري عليه بالزاد ثم التفت إلى أدهم وقال بجدية اعتاد التحدث بها عندما يتعلق الأمر بإحدى المهام المعقدة والآن أيها المقدم سنعود إلى مكتبي وأرجو أن تكون مستعدا للسفر فهناك مهمة تنتظرك واحدة من تلك المهام التي ندخراه خصيصا للرجل المستحيل المؤامرة المجهولة جلس أدهم على المقعد المواجه لمكتب مدير المخابرات الذي مد إليه يده بصورة فوتوغرافية ملونة وهو يقول هل تعرف شيئا عن صاحب هذه الصورة أيها المقدم؟ ألقى المقدم أدهم نظرة فاحصة على الوجه النحيل زي الجبهة العريضة والشعر القصير والمنزار الطبي الضخم الذي يبتلع نصف الوجه تقريبا ثم ناول الصورة للرئيسة وهو يقول إنني أعرفه جيدا بالطبع يا سيدي فهو يدعى أيمن الصياد أشهر صحفي في جميع الصحف العربية وأكثرهم إصرارا وعنادا وإخلاصا أيضا وجميع من يعرفونه يعلمون جيدا أنه عاشق للصحافة بل إنه مستعد للتضحية بحياته عن طيب خاطر في مقابل كشف أي انحراف يسيئ للدولة مطى مدير المخابرات شفتيه وقال يبدو أن هذا ما حدث بالفعل أيها المقدم نظر أدهم إلى رئيسه بتساؤل فتابع قائلا منذ عشرة أيام تقريبا صافر أيمن الصياد إلى المكسيك لتغطية حادث تفجير أصاب سيارة الملحق الصحفي لسفارتنا هناك لسبب غامض ولقد عاونته السلطة المكسيكية مشكورة في أداء مهمته الصحفي وذلك على أكمل وجه ولكنه لم يتوصل إلى ما يشبع فضوله الصحفي على ما يبدو إذ أنه قد حاول أن يقوم بعمل بعض التحريات الخاصة حول الحادث برغم معارضة السلطات المكسيكية خشت تعرض حياته للخطر ومنذ سباحة أيام غادر أيمن الصياد فجأة مدينة مكسيكو العاصمة إلى مدينة فراكراس ومن هناك أرسل إلى جريدته برقية لا أجد ما أصفها به سوى أنها خطيرة للغاية أعقب مدير المخابرات عبارته بأن ناول أدهم صورة من البرقية التي أرسلها أيمن الصياد تناولها أدهم وأخذ يقرأ فيها ما يلي توصلت إلى معلومات غاية في الخطورة أعتقد أنني بصدد كشف مؤامرة رهيبة تهدد أمن مصر الحربي أحتاج إلى اعتماد مفتوح ستكون خبطة الموسم قطب أدهم حاجبيه عندما انتهى من كراءة البرقية وقال بهدوء وهو يعيدها إلى رئيسه ومتى بالضبط اختفى السيد أيمن الصياد حضق مدير المخابرات في وجه أدهم بدهشة ثانية واحدة ثم ابتسم وقال أتمتلك القدرة على كراءة الأفكار أم أنه استنتاج بديهي هز أدهم كتفيه وقال بل استنتاج بديهي بالطبع يا سيدي فمدام الأمر قد جذب انتباه المخابرات الحربية المصرية فهناك ما يؤيد هذه البرقية بالتأكيد وافتراض صحة ما ورد في البرقية يؤدي بالطبع إلى إجراء وقائي لابد أن يتخذه أصحاب المؤامرة المجهولة وهذا الإجراء سيتمثل بالطبع في التخلص من الشخص الذي التقط طرف الخيط الذي يقود إلى كشف المؤامرة ولهذا لابد أن يختفي السيد أيمن الصياد بصورة غامضة أهم أمدير المخابرات برأسيه موافقا وقال هذا صحيح أيها المقدم لقد كانت هذه البرقية آخر أثر واضح لأيمن الصياد اختفى بعدها تماما دون أن يسدد أجر الفندق الذي أقام به ودون أن يأخذ حتى حقائبه ولم تعصر له السلطات المكسيكية على أدنى أثر حتى هذه اللحظة ارتسمت ابتسامة على شفتي أدهم وهو يقول إذن فالمطلوب مني هو البحث عن شخصي لا يعلم أحد في العالم أين هو لأتوصل عن طريقه إلى كشف مؤامرة رهيبة مجهولة للجميع تهدد الأمن الحربي لمصر يا لها من مهمة ابتسمى مدير المخابرات وقال يبدو أن الغرور قد بدأ زحفه نحوك بالفعل أيها المقدم صحيح أنك أبرع رجال إدارتنا ولكنك لست الوحيد الذي يعمل هنا وعليك أن تتذكر ذلك دائما ثم توقف لحظة عن الكلام قبل أن يتابع قائلا لقد قام رجال مكتبنا في مكسيكو بعمل التحريات اللازمة وتوصلوا إلى أن أيمن الصياد قد أرسل هذه البرقية من مكتب صغير في فيرقراس ثم غادر المكان وتوجه إلى مستشفى طبي شهير في الشارع رقم 17 ولقد تعرفه حارس المبنى ولكن أحدا غيره لم يتعرف صورة أيمن الصياد برغم أنه بحسب أقوال الحارس قد حوالي نصف الساعة قبل أن يغادر المبنى وانقطعت آثار عند هذه النقطة لم يستطع أدهم منع ابتسامة ساخرة وجدت طريقها إلى شفتي وهو يتمتم يا لها من إضافات رائعة قال مدير المخابرات بلهجة من اعتاد هذه اللهجة المتهكمة ستجدها كذلك لو أنك أدرتها في عقلك قليلا أيها المقدم ثم نواله ملفا صغيرا وهو يقول ستجد في هذا الملف كل المعلومات الخاصة بالرجل الذي تبحث عنه وأنا لا أبالغ على الإطلاق عندما أقول كل المعلومات فستجد حتى رقم الحزاء الذي يرتديه فربما قادت كملحوظة صغيرة إلى مكانه وبالتالي إلى معرفة هذه المؤامرة قال أدهم وهو ينهض وتناول الملف باهتمام هزل أو افترضنا أنه ما زال حيا يرزك يا سيدي سمت مدير المخابرات لحظة عند سماع هذه العبارة ثم قال لنأمل أن يكون كذلك أيها المقدم هزأ دعم رأسه موافقا ثم صار نحو باب الغرفة وقبل أن يغادرها تماما التفت إلى رئيسه وسأله عفوا يا سيدي لدي تساؤل بسيط هل كنتم ستهتمون بأمر أيمن الصياد إلى هذا الحد لو لم يقترن اختفاء بهذه المؤامرة المجهولة رفع مدير المخابرات حاجبه إلى أعلى وقال بالطبع أيها المقدم إنه مواطن مصري وهذا يكفي ابتسم أدهم بسعادة ثم غادر الغرفة وهو يقول بصوت خافت للغاية هذا ما أردت سماعه يا سيدي شكرا لك هدوء العاصفة تألقت الأضواء في مدينة مكسيكو فور حلول الظلام وتطلعت إليها مونة توفيق من خلف زجاج غرفتها في الفندق الفاخر المتلة على أكبر ميادين العاصمة المكسيكية ثم قالت بصوت خافت عبر عن إعجابها بالمشهد يا لها من مدينة جميلة في الليل إنها تذكرني بالقاهرة وأمسياتها الرائعة ثم تنهدت بعمق قبل أن تستطرد قائلة من أسوأ الأمور في مهنتنا أننا ندور حول العالم دون أن نجد الوقت الكافي للاستمتاع بالمشاهد الجميلة التي تطالعنا بل إنها تتحول دائما إلى كيابوس مزعي ابتسم أدهم بسخرية دون أن يعلق على عبارتها فالتفتت إليه قائلة ألم يكن من الأفضل أن نتوجه مباشرة إلى فيراكروس بدلا من إضاعة نصف الوقت في مكسيكو هز أدهم رأسه نفيا وقال دون أن يتوقف عن تنظيف المسدس الذي يحمله بيده كلا يا عزيزتي صحيح أن أيمن الصياد قد اختفأ في فيراكروس ولكن هناك أمرا دفعه إلى الذهاب إلى هذه البلدة الصغيرة عبارة ما حدث ما لا أستطيع تحديد طبيعة هذا الشيء ولكنه حدث بالتأكيد في مكسيكو الجميلة ولهذا لابد أن نبدأ من هنا أيها الملازم هذه هي الخطوة الصحيحة افتسمت مونة وقالت وهي تتأمله إذن فستتقمس دور شيرلوك هولمز هذه المرة يا سيادة المقدم وسأصبح أنا بالطبع دكتور واتسون حز أدهم رأسه نفيا مرة أخرى وقال خطأك العادة أيها الملازم سأتقمس دور أيمن الصياد نظرت إليه مونة بدهشة وهي تسأله ماذا يعني ذلك يا سيادة المقدم أجابها أدهم وهو يدس مسدسه في جرابه بعد أن انتهى من تنظيفه يعني أنني سأفعل ما لا يتوقعونه كالعادة يا عزيزتي سأبدأ الأمر من النقطة الأولى تماما مثل ما فعل أيمن الصياد سأبدأ بالتحري عن حادث انفجار سيارة الملحق الصحفي لسفارتنا ولنرى إلى ماذا يقودنا ذلك تأمل حارس السفارة البطاقة التي قدمها له أدهم ثم رفع سماعة الهاتف المعلق بجواره وقال بأسلوب رسمي أمامي سيد يدعى أدهم صبري يقول أنه مرتبط بموعد مع السيد السفير وبصحبته فتاة سوداء الشعر تدعى منا توفيق هل أسمح بدخولهما يا سيدي وكان من الواضح أن أجابة سؤاله كانت بالموافقة استمتم بعبارة رسمية ووضع السماعة وهو يشير إلى الداخل قائلا بلهجة مهذبة تفضل على الرحب والسع سيدة السفير في انتظاركما توجه أدهم بخطوات ثابتة نحو مبنى السفارة المصرية وتبعته منا بخطوات أقرب إلى العدو ولدهشتها استقبلهما السفير بنفسه وشد على يد أدهم بحرارة وهو يقول بابتسامة متسعة يا لها من مفاجأة صار يا عزيزي أدهم يا لها من سنوات طويلة لم نلتقي خلالها إن ذاكرتي ترفض أن تسعفني بعددها ابتسم أدهم وقال كان ذلك منذ حرب أكتوبر يا صديق العزيز أوما السفير برأسيه موافقا وقال وهو يربط على كتف أدهم بود نعم نعم هذا صحيح لقد زرعت بجرأتك المذهلة الرعب في قلوب الأعداء في تلك الأيام لقد كنت أعظم رجال القوات الخاصة حين ذاك ابتسمت منا وقالت بصوت هادئ إنه لا يزال كذلك يا سيادة السفير التفت السفير المصري إلى منا وقال بلهجة اعتذار معذرة يا سيدتي لقد أنساني لقائي بصديق قديم واجبات اللياقة مرحبا بك في الصفارة المصرية ابتسمت منا بخبص وقالت شكرا يا سيدي السفير ولكن اللقب الصحيح هو آنسة ارتفع حاجبة السفير بدهشة مفتعلة وهو يقول آه عفوا يا أنستي لقد أخطأت مرة أخرى لقد زننتك زوجة هذا المقاتل العنين أعلستم في أجازة؟ ضحك أدهم ضحكة قصيرة وقال لا يا سيادة السفير أسنى كذلك لقد تغيرت الأمور كثيرا منذ آخر لقاء لنا وسأشرح لك الأمر بالتفصيل عندما نذهب إلى غرفة مكتبك الخاص تأمل السفير المصري وجه أدهم طويلا في فترة ساد فيها الصمت ثم استند بظهره على مسند مقعده وأخذت أصابعه تعبس بفتاحة الخطابات قبل أن يقول إذن فقد انتقلت من القوات الخاصة إلى المخابرات الحربية يا أدهم أصدقك القول لقد كنت أتوقع ذلك منذ بهرتني قدراتك المذهلة في أثناء عملك تحت قيادتي ثم توجهت عيناه إلى حيث تجلس مونة وقال وهذه إذن زميلتك في العمل شيء عجيب في زمننا لم يكن هناك مكان للنساء في عمل المخابرات كم تطورت الدنيا واعتدل في مقعده قبل أن يتابع قائلا حسنا سأعاونك بقدر استطاعات يا صديق القضيب وسأخبرك بكل ما أخبرنا به أيمن الصياد قبل اختفائه الغامض أشار أدهم بسباباتي وقال وسأسأل نفس الأشخاص الذين سألهم أو التقى بهم يا سيدي بعد إذنك بالطبع قال السفير باهتمام بالطبع يا صديقي ولكن الملحق الصحفي لنا ما زال تحت الإشراف الطبي نتيجة لإصابته ببعض الجروح من جراء الانفجار إنها ليست بالإصابات الخطيرة فلم يكن داخل الصيارة عند انفجارها بل كان يهم بالتوجه إليها مع الملحق العسكري وهذا الأخير لم يصب بسوء والحمد لله ولقد قابله أيمن الصياد وأعتقد أنه يمكنك مقابلته الآن وأعقب قوله بأن ضغط ذر الدكتافون الموجود بجوار مكتبه وطلب من الملحق العسكري للسفارة أن يوافيه في غرفة مكتبه والتفت إلى أدهم قائلا ستشعر بالإعجاب تجاه ملحقنا العسكري إنه رجل ممتاز وهو مرشح أيضا للانضمام إلى المخابرات الحربية المصرية وما هي إلا لحظات حتى دق باب الغرفة فطلب السفير من الطارق أن يدخل وبهدوء فتح الباب ودخل من خلاله رجل في حوالي الأربعين من عمره برغم شعاره الأشيب تماما وشاربه الضخم فوق شفتيه وما أن اكتاز الملحق العسكري باب الغرفة حتى اتسعت عيناه دهشة بشكل مفاجئ وتراجع إلى الخلف بخطوة حد وكأنما وقع بصره على شبح مفزع ثم استعاد هدوءه بسرعة أثارت الدهشة فسأله السفير بقلق ماذا حدث؟ ما معنى هذا الانفعال العجيب؟ ابتسم الملحق العسكري وقال مع ذرايا سيد السفير لقد كان عقلي مجغولا بأمر معقد حتى لقد فاجأني وجود بعض الغرباء في مكتبك في مثل هذا الوقت من المساء قال أدهم وهو يتفرص في وجه الملحق العسكري باهتمام انفعال غريب خاصة عندما يصدر من رجل عسكري ابتسم الملحق العسكري وقال العمل في السفارات كاد ينسينا القواعد العسكرية أيها السيد هل لي أنا أتشرف بمعرفتكما؟ قال السفير وهو يشير إلى أدهم وزميلته السيد أدهم صبري وهو صديق قديم لي وزميلته الأنسة منا توفيق ثم أشار إلى الملحق العسكري وقال لحقنا العسكري العقيد فريد حسني أسرع أدهم يقول يسعدني لقائك يا سيادة العقيد أنا صحفي بجريدة مصرية وكنت أود التحدث إليك بشأن حادث انفجار سيارة الملحق الصحفي حضق السفير في وجه أدهم بدهشة عندما سمعه يدعي أنه صحفي وكذلك فعلت مونة ولكن السفير عاد فهز كتفيه وكأنما الأمر لا يعني واسترخ في مقعده يتابع الحوار بين أدهم والعقيد فريد الذي قال بخبص لقد سبق أن تحدثت عن هذا الموضوع مع زميل لك يا سيد أدهم ابتسم أدهم بخبص المماثل وقال لعله من جريدة منافسة يا سيدي وأنا أحب أن أستمع إلى التفاصيل منك شخصيا استقر العقيد فريد على مقعد وثير وقال لن تجد عندي الكثير أيها الصحفي الهما فلقد اعتدت منذ عمل بالسفارة أن أتنزه في يوم الإجازة الإسبوعية بصحبة صديق الملحق الصحفي وهذا لأن كلا منا أعزب لم يتزوج بعد بعكس باقي العاملين بالسفارة وفي يوم الحادث ذهبنا إلى حديقة عامة وقضينا حوالي الساعة نجول في أرجاء الحديقة ونحن نتحدث في مختلف الأمور وعندما توجهنا إلى السيارة لنعود إلى السفارة انفجرت ونحن على بعد الأمطار قليلة منها فأصيب الملحق الصحفي ببعض الإصابات الخفيفة على حين نجوت أنا بفضل الله سأله أدهم ببساطة ألم تصب بأي جروح على الإطلاق يا سيدة العقيد هز العقيد فريد رأسه نفيا وقال مطلقا يا سيد أدهم لقد حالفني حصن الحظ صمت أدهم لحظة وبتت على وجهه دلائل التفكير العميق ثم اكتسم ابتسامة غامضة وقال وهو يهم بالنهود شكرا يا سيدة العقيد أعتقد أن هذه المعلومات تكفي سأحاول بعد إذنكم زيارة السيدة الملحق الصحفي للإتمئنان على صحته بالطبع انطلق أدهم بالسيارة صامتا حتى سألته منا هل لي أن أفهم السبب الذي دعاك إلى انتحال شخصية صحفي أمام الملحق العسكري بالذات يا سيدي قال أدهم بهدوء سيظل الأمر كذلك حتى يمكنني استعاب ذلك الانفعال العجيب الذي بدر منه فور رؤيتي أيها الملازم تنهدت منا وقالت وهي تسترخي فوق مقعدها يبدو أننا لن نتمتع طويلا بهذا الهدوء الذي تسير عليه مهمتنا اهتسم أدهم بالسخرية وقال لا تدعي هذا الهدوء الزائف يخدعك أيها الملازم إنه يشبه ذلك الهدوء الذي يصبق العواصف العاتية مطاردة في الليل وقف أدهم أمام مكتب الاستقبال بالمستشفى الفاخر وقال للموظف المسؤول أريد مقابلة السيدة الملحق الصحفية المصري للصفارة المصرية مطى الموظف شفتي بأسف وقال لا أعتقد أن ذلك ممكن في الوقت الحالي يا سونيور معزرة فهو في غرفة الإنعاش من زوج قاطعه أدهم بسرعة قائلا ولكن معلوماتي تشير إلى أن إصاباته طفيفة هز الموظف رأسه بأس وقال لقد كان كذلك بالفعل يا سيدي حتى وقت قريب ولكنه قد أصيب بنوبة قلبية غير مفهومة من زربع ساعة فقط وتم نقله إلى عاد أدهم يقاطعه قائلا وهو يشير للهاتف الموضوع بجواره أنصحك بالاتصال برجال الشرطة أيها الرجل واطلب منهم التأكد من شخصية كل من يقترب من الملحق الصحفي وحراسته جيدا وسأعتبرك مسؤولا عن ذلك ثم أسرع يغادر المبنى قبل أن تزول الدهشة التي ارتسمت على وجه موظف الاستقبال وقفز داخل سيارته وهو يقول لمنا لقد بدأ أصحاب المؤامرة المجهولة لعمل بسرعي عزيزتي وسيتبدد الهدوء خلال لحظات بحسب توقعاتي وانطلق بالسيارة مسرعا مما أثار قلق مونة فسألته بلحفة وقلق ماذا حدث يا سيدي إلى أين تنطلق؟ أجابها أدهم وهو ينقل زراع الحركة إلى السرعة الرابعة لقد حاولوا التخلص من الملحق الصحفي ولابد أن نتحرك بسرعة ولذلك فسنحاول إيهامهم بأننا قد توصلنا إلى نفس ما توصل إليه أيمن الصيام وسننطلق في الحال إلى فراكروس قالت مونة بدهشة ولكن الساعة تشير إلى العاشرة تقريبا سنصل إلى فراكروس بعد انتصف الليل بساعة على الأقل ألقى أدهم نظرة سريعة على مرآة سيارته ثم قال بسخرية إنني أعلم الوقت جيدا يا عزيزتي ولكنك تستطيعين شرح ذلك لأصحاب السيارة الزرقاء التي تتبعنا بإصرار منذ مغادرتنا المستشفى استطارت مونة بدهشة لترى السيارة الزرقاء الضخمة ثم قالت هذا صحيح ولكن لماذا تسمح لهم بتعقبنا؟ هز أدهم كتفي بلا مبالاة وقال بسخريتي المألوفة لا أحب أن أحطم معنوياتهم بهذه السرع عزيزتي ربما ألجأ إلى بعض العباس عندما نصبح خارج المدينة ثم ابتسم بخبس وهو يتابع قائلا بالإضافة إلى أن تتبعهم لنا يعني أننا نسير على الطريق الصحيح يا زميلاتي العزيزة ما أن أصبحت السيارتين خارج المدينة حتى أطلق أدهم العنان لسيارته وتبعتهما السيارة الضرقاء بنفس الإصرار تشبست مونة بمقعدها بسبب السرعة التي ينطلق بها أدهم الذي بدأ وكأنه يمارس تسلية محببة إلى نفسه واستقرت ابتسامته المتهكمة على وجهه وهو يتابع السيارة الضرقاء من خلال مرآة سيارته وفجأة جذب مونة من شعرها بقصوة ليخفيها خلف مقعدها وهو يقول احترسي أيتها الملازم وفي نفس اللحظة سمعت مونة صوت لتهشم زجاج السيارة الخلفي ورأت سجبا مستديرا يظهر فجأة في الزجاج الأمامي وسمعت أدهم يتمتم بسخرية يا للجبناء إنهم يطلقون النار على ظهورنا ثم أعقب عبارته بأن انحنى بسيارته فجأة بصورة حادة مكتازا الخط الفاصل بين اتجاهي الطريق وضغط على بدال البنزين بكل قوته لتندفع السيارة في مواجهة السيارات القادمة من الطريق العكسي وتسبب في الكثير من الزعر قبل أن يعود إلى الطريق الصحيح بنفس الجرأة والحدة بعد أن أصبحت هناك سيارتان تفصيلا بينه وبنى السيارة الزرقاء ثم ضحك بسخرية وهو يقول متهكما ترى كيف سيواجه أصحاب السيارة الزرقاء هذا الجنون وقبل أن تمتق مونة بكلمة مناسبة ظهرت السيارة بسرعة مطلقة صريرا مخيفا من عجلاتها في منحنى شديد ثم توقفت بشكل مفاجئ كاد يلقي بمونة نحو زجاجها الأمامي لو لا حزام الأمان الذي يربطها بمقعدها بأسرع من البرق حل أدهم حزام مقعده وانتزع مسدسه من جرابه ثم قفز من السيارة وصوى مسدسه إلى السيارة الزرقاء التي كانت تدور في المنحنى بسرعة فائقة في نفس اللحظة وبهدوء شديد لا يمتلكه في مثل هذه المواقف سوى رجل على شاكلة أدهم صبري أطلق رصاصة واحدة بدت وكأنها تعرف هدفها جيدا برغم الظلام والسرعة الفائقة لتنطلق به السيارة الزرقاء فأطاحت بالمسدس الذي يمسك به الرجل الذي أطلق النار على سيارة أدهم وانطلقت صيحة ألم من فم الرجل وبسبب المفاجأة والسرعة الفائقة لم تتوقف السيارة الزرقاء إلا بعد أن تجوزت سيارة أدهم بسلاسة أمتار وقفز منها ركابها الأربعة الضخام الجثة وكان ثلاثة منهم يمسكون بمسدسات ضخمة وقد استعدوا لإطلاقها نحو أدهم ووجوههم تغلي بالغضب والغيز لو أن صحفيا زكيا أراد أن يحصل على تحقيق صحفي حول ما دار في تلك اللحظة لعجز العمالقة الأربعة عن مديه بكلمة واحدة تصف ما حدث بصورة واضحة فقد قفز أدهم فوق مقدمة سيارته ثم سبح جسده في الهواء كالصاروخ قبل أن ترك القدماء مسدسين وتطيح بهما بعيدا واستند بقبضتيه على ظهر السيارة الضرقاء وتخطاها بقفزة واحدة مزهلة هابطا بجسده كله على الرجل الثالث الممسك بالمسدس وقبل أن تستوي بعقول العمالقة الأربعة تلك الصورة المزهلة التي سجلت عيونهم كانت قبضة أدهم الحديدية تهشم فك أولهم ثم تستقر قبضته الأخرى في معدة الثاني ملحقا إياها بلكمة كالقنبلة في أنفه فارتطم بالسيارة محدثا صوتا يشبه ذلك الذي يحدثه برميل فارغ وبخطوات رشيقة سريعة مدهشة دار أدهم حول السيارة ثم ارتفعت ساقه اليسرى لترك قدمه جانب واكه الرجل الثالث وينحني جسده بسرعة متفاديا قبضة الرجل الرابع ثم ينتصب جسده لتطيح قبضته اليمنى بالرجل الرابع في أقل من نصف الثانية حدقت منا في رجال الأربعة الذين فقدوا الوعي بجوار سيارتهم الزرقاء ثم رفعت بصرها نحو أدهم الذي ابتسم بسخرياته المألوفة وأخذ يعدل منه ندامي بهدوء فسألته بدهشة ولكن لماذا؟ لقد كنت تمسك بمسدسك وكنت قادرا على الإطاحة بمسدساتهم ببساطة رفع أدهم كتفيه وقال ببساطة لابد من بعض النشاط والحركة يا عزيزتي كلما حانت الفرصة وإلا فقدت لياقتي أشارت منا إلى الرجال الأربعة الفاقد الوعي وقالت دون أن تفارقها الدهشة ولكنك كنت تقامر بحياتك التقت أدهم مسدسه وهو يقول بخبث هكذا؟ كيف لم ألاحظ ذلك؟ ثم تابع وهو يستقر بهدوء خلف عجلة قيادة سيارته قائلاً هيا يا عزيزتي لا ينبغي أن نضيع الوقت في مناقشة كهذه فها قد انتهت المطاردة وسنواصل طريقنا إلى فيراكراس بهدوء وقف رجل عجوز نحيل طويل القامة له أنف أجدع ورأس أصلع يحكي سوالفه التي امتلأت شيباً وقد ازدادت عيناه ديقاً وهو يستمع لأحد رجاله ثم قال بصوت بدل الوهلة الأولى هادئاً إذن فقد وصل صديقانا أدهم صابري إلى فيراكراس برغم محاولاتكم القضاء عليه هذا طريف ومن الذي أصدر الأمر بمترادته والقضاء عليه يا جوزيف انتفخت أوداك جوزيف وقال بلهجة متفاخرة أنا يا مستر حييم لم أشق إيقاظك عندما وصلتني المكالمة التليفونية من ميكسيكو وقررت أن أتكفل بالأمر كله فأمرت رجالنا في ميكسيكو بأن قاطعوا حييم بصوت غاضب غباي خيل الجوزيف أنه لم يستمع إلى الكلمة بصورة صحيحة فسأله بقلق ماذا تقول يا مستر حييم ضرب حييم سطحا من ضد المجاورة بغضب وهو يصيح بحنق أقول إنك أغبى رجل تعاملت معه بل جميعكم أغبياء لقد أفقدتمونا عنصر المفاجأة بوهت جوزيف وعجز عن النطق على حين استطرد حييم بغضب شديد لقد خدعكم هذا الشيطان المصري كالعادة بأساليبه الملتوية لقد صيرتم على النهج الذي وضعوه هو سقطتم في الفخ كالبلهاء إنه يحاول إيهامكم بأنه قد توصل إلى شيء ما ولذلك فقد انطلق بسيارته نحو فراكروس وكل ما يمتلكه هو مجرد الشك وبغباء منقطع النظير أكدتم له هذا الشك وهجمتموه بشكل سخيف يشبه أعمال العصابات القديم ولا يمت بصلة مطلقا إلى أعمال المخابرات ثم جذب شعر سالفيه بغضب وهو يقول كيف بحق الشيطان كيف يتم انتقاؤكم للعمل في مخابراتنا إنكم لا تصلحون إلا لحماية رجل ثري وغبي وغير مغرض للخطر مطلقا وأشار إلى جوزيف وأصابعه ترتعد من الغيز وصح بصوت هادر اغرب عن وجه أيها الغبي دعوني واحدي حتى أستطيع التفكير بعيدا عن غبائكم الذي يثير أعصابي أسرع جوزيف يغادر الغرفة بخطوات مرتبكة دون أن يجرؤ على مناقشة حييم الذي أخذ يلهس من شدة الغضب والإنفعال وما هي إلا لحظات حتى استعاد هدوءه وجلس على مقع الضخم وأخذ يعبس في سالفيه بأصابع وهو يقول لنفسه لا فائدة لقد أشعل هؤلاء الأغبياء نيران الحرب العلنية ولن يتراجع هذا الشيطان المصري أبدا إنه أكثر عنادا من النمور ولا بد أن ندرس الأمر جيدا فقدوم الشيطان إلى فراكراس يؤكد أنه لم يتوصل إلى حقيقة خطتنا بالتأكيد وإنما يتظاهر بذلك ثم مال على مقعده وارتسمت ابتسام الشيطاني على شفتيه وهو يقول بصوت خافت ما دام هذا الشيطان المصري يحب فراكراس فسنعمل على أن نجعلها ماثواه الأخير توقفت سيارة أدهم صبري أمام مبنى ضخم يخص المستشفى الجراحي لفراكراس وقالت مونة بحنق وهي طهبت منها لست أفهم ما يحدث هذه المرة يا سيدة المقدم لقد كنت مصرا على الوصول إلى فراكراس في الواحدة صباحا ثم أجد أننا قد قضينا الليل في فندق المدينة وها نحن أولاء نتوجه إلى المستشفى في الصباح فيما إذن كان تعجلك للوصول إلى هنا قال أدهم ببساطة وهو يتوجه إلى باب المبنى مجرد اختبار لمدى سرعة اتصالاتهم واتخاذهم للقرارات أيتها الملازم وتأكدي أن التحارقات السريعة تصيب الخصم دائما بالارتباك زوت مونة ما بين حاجبيها وقالت وهي تتبع كما أنها قد تؤدي إلى خطوات خاطئة من المهاجم أيضا يا سيدي ابتسم أدهم بسخرية دون أن يعلق على عبارات مونة ثم توجه مباشرة إلى حارس المبنى ووضع صورة أيمن الصياد أمام عينيه وهو يقول هل لك أن تخبرني ما ترأيت صاحب هذه الصورة يا صاح؟ تأمل حارس المبنى صورة أيمن الصياد ببساطة ثم اعتدل وقال بهدوء لم تقع عليه عيني مطلقا يا سنيور ابتسم أدهم بخبص وقال وهو يلوح بورقة مالية كبيرة أمام الحارس ربما تساعدك هذه على التذكر يا رجل ابتسم حارس المبنى بهدوء وهو يهز رأسه نفيا ثم قال إن زاكرة يعنيدة جدا يا سنيور ولن ينعيشها حتى أضعف هذا المبنى ثم إنني لا أنسى الوجوه أبدا وأنا أكرر أنني لم أرى هذا الرجل مطلقا أعاد أدهم الورقة المالية إلى محفظته وهو يقول بتخابث ولكنك أخبرت أحد زملاء الصحفيين أنك قد رأيت هذا الوجه سابقا قال حارس المبنى دون أن تبدو على وجهه علامات الكذب ربما فعل ذلك زميل الصابق يا سنيور فلم أتسلم هذا العمل سوى صباح أمس قطب أدهم حاجبيه وسأل الرجل باهتمام ولماذا غادر زميلك العمل ظهرت رنت أسف في صوت حارس المبنى وهو يقول إنه لم يغادر العمل بإرادته يا سنيور لقد قتل المسكين في حادث سيار التفتت منها إلى أدهم وصمت هو برهى ثم قال بهدوء ولم يتم القبض على الجناه بالطبع قال حارس المبنى لم يكن في الأمر جريم يا سنيور لقد حدث ذلك في الصباح الباكر ولقد شهد الرجل الوحيد الذي كان بالشارع وقت ذاك أن زميل المسكين كان هو المخطئ وبالتالي فقد حفظ التحقيق تنتم أدهم بصوت خافت وباللغة العربية يا للجبناء لقد رتبوا الأمر جيدا ولم يتركوا صغر واحدة حدك الحارس وجه أدهم بدهشة وقال يا إلهي هل أنت أجنبي يا سنيور إنك تتحدث لغتنا بطلاقة حتى لقد ظننت أن قاطعه وأدهم بأن أخرج الورقة المالية مرة أخرى ودسها في يده وهو يقول لا عليك يا صديقي خذ هذه فأنت تستحقها أسرع يتحرك ومونة تحاول أن تلحق بخطواته السريعة وهو يسير نحو سيارته على الجانب الآخر مكتازا الطريق وفجأة سمعها تصيح بزعر احترس يا أدهم والتفت أدهم بحركة حادة فرأى سيارتين تندفعان نحوه متجاورتين بسرعة هائلة وقد برز من نافذة إحداهما رجل يصوب إليه مسدسا مزودا بكاتم للصوت خطوات الخطر كان الموقف يحب أن أدهم هالك لا محالة فلو أنه نجى من طلقات الرصاص المصوبة إلى صدره ما تمكننا الإفلات من السيارتين بسرعتهما الهائلة والمسافة القصيرة بينه وبينهما ولكن لو أننا كنا هناك وشاهدنا ما حدث في العشر الثواني القادمة لعرفنا جيدا لماذا يطلقون على أدهم صبري في أروكة المخابرات الحربية لقب رجل المستحيل فقد مال بكسده يسارا مضللنا الرجل الذي يطلق النار ثم اندفع نحو السيارتين بشكل أذهل قائدهما حتى أن أحدهما صاحب زعر ماذا يفعل هذا المجنون؟ وعندما أصبحت المسافة بينه وبين مقدمتيهما لا تزيد عن السنتيمترات العشر كفز ببرع وجرأ فوق مقدمة إحداهما ومع أن لمست قدماه سطحها حتى قفز مرة أخرى دائرا حول جسده الذي تقور بشكل مرن دورة كاملة ثم هبط خلف السيارتين مستقرا على قدميه في نفس اللحظة التي أطلقت فيها مونى النار على الرجل الذي يمسك بالمسدس فهشمت رصاصتها يده واختلطت صيحته المتألمة بصرير عجلات السيارتين وقد ظهرت إحداهما نصف دورة في أثناء محاولة قائدها إيقافها بشكل مفاجئ فاصطدمت مؤخرتها بمقدمة الأخرى التي انحرفت لترتتم بالصور المحيط بالمستشفى كفز قائد السيارة الأخرى منها مشهرا مسدسة ولكن رصاصة واحدة من مسدس أدهم أطاحت بمسدس بعيدا وقبل أن تنطلق صيحة ألم من فم الرجل كتمها أدهم بلاكمة حطمت أسنانه ثم أمسك بيد زميلته وقال وهو يعد بها نحو سياراتهما بسرعة يتها الملازم يجب أن نبتعد من هنا في الحال وفي أقل من خمس ثواني انطلقت بهم السيارة مبتعدة عن المكان فسألتهم هنا بدهشة وهي تعيد مسدسها إلى حقيبتها الأنيقة لماذا نفر بهذا الشكل وكأننا نحن الجناف فيما حدث ابتسم أدهم بسخرية وقال الإجراءات البوليسية معقدة نوعا ما في المكسيك يا عزيزتي ولا أنوي إضاعة عمري في أحد أقسام الشرطة هنا ثم تقلقت عيناه وهو يستطرت قائلا بتهكم ثم إن هذا الأسلوب يحمل توقيع خصم قديم لنا يا عزيزتي وأرى هنك أن الثعلة بالعجوز ليس بعيدا عن هنا وستكون خطواتنا منذ هذه اللحظة محفوفة بالخطر حدك حييم في وجه جوزيف لحظة ثم سقط على مقعده وازداد جبينه تغضنا وهو يقول بصوت خرج من حنجرته متحشرجا مرتعدا إذن فقد نجى أدهم صبري هذه المرة أيضا قال جوزيف بحنق لو أنك رأيت كيف نجى يا سيدي ما صدقت عينيك إنه ليس رجلا عاديا إنه شيطان بل إن الشياطين لتخشاه لو تواجهه أشار إلي حييم أن يصمت فبتر جوزيف عبارته ووقف صامتا يتأمل رئيسه الذي نهض من مقعده بصعوبة وكأنما تقدم به العمر عشرات الأعوام دفعة واحدة وصار بخطوات متهالكة نحو النافذة وأخذ يتأمل المشهد الواقع أمامه بلا اهتمام عدة دقائق قبل أن يقول بأسه هل تعلم يا جوزيف لقد كنت أحمل ردبة ملازم في الجيوف البريطانية إباني الحرب العالمية الثانية لم تكن أنت قد ولدت في ذلك الحين بل لعل فكرة الزواج لم تكن قد راودت والدك بعد ولقد حققت أنا انتصارات رائعة حتى نهاية الحرب حتى أن اسمي كان يوما ما رمزا الانتصار بني جن سنة ثم كانت الهجرة إلى دولتنا الصغيرة عند إنشائها وحربنا مع العرب بل حروبنا توجه بصر حييم إلى اللامكان وتراقصت ابتسامة باهتة على شفتيه وهو يستطرت قائلا لقد كنت أرقص فرحا عندما وقع اختيارهم على شخصي للعمل في مخابراتنا وقررت يومها أن أثبت كفاءتي وقدرتي دون الاتفاة إلى العواطف أو الانفعالات البشرية السخيفة وهكذا نجحت بالفعل وصمت لحظة ثم بدت رنت ألم في صوتي وهو يقول هتاخد عني هؤلاء المصريون الجبناء قبيل حرب أكتوبر لقد أساء هذا إلي بشكل بشع حتى لقد تم إبعادي فترة طويلة عن جهاز المخابرات وجدت نفسي منعزلا في منزلي يتحاشان الجميع ككلب أجرب إلى أن شعروا بحاجتهم إلى خبراتي مرة أخرى ولقد عدت وأنا مصر على استعادة مكاناتي القديمة وكان هذا ممكنا لو لا وبدأ الحلق واضحا في صوته وهو يقول بغل لو لا هذا الشيطان المادع أدهم صابري ولذي يؤكد باستمرار تفوق المخابرات المصرية صدقني يا جوزيف إنني أفكر في التقاعد منذ فترة طويلة ولكن كراماتي تأبع أن أبتعد عن المجال قبل أن أحطم هذا الشيطان المصري ثم ضرب قبضته في الحائط بغيز وهو يقول وسأحطمه يا جوزيف سأحطمه وستشهد على ذلك هل تسمعني؟ سأحطمه أسرع جوزيف يهدئ من روعيه قائلا ستفعل بالطبع يا مستر حييم مرنا بما تريد وسننفذ أوامرك ونحطم هذا الشيطان انتصبت قامت حييم وهو يسأل جوزيف هل عرفتم لأين توجه هذا الشيطان المصري وزميلته بعد حادث المستشفى أجاب جوزيف لقد اختفت سيارته وسط الطرقات ولم نتمكن من تعقبه ولكنه يقيم مع زميلته في هندوكندور وسيعودان حتما إلى هناك رفض ابتسامة ساخرة على شفتي حييم وهو يتمتم قائلا لا تجد أمور حتمية عندما يتعلق الأمر برجل مثل أدهم صبر يا جوزيف ثم صمت لحظة قبل أن يقول ولكننا نستطيع أن نعد له فخا صغيرا حين عوداته لقد عملنا مدة ثلاثة شهور من أجل تنفيذ هذا المخطط الذي نسعى لإنجاحه ولن أسمح لأي إنسان حتى لو كان أدهم صبي نفسه أن يفسده قالت مونة لأدهم وهما يصعدان إلى حيث غرفتيهما ينتبني شعور كأنني مقدمة على الانتحار كلما اقتربت غرفتي ابتسم أدهم بتهكم وقال ينبغي أن نمنحهم فرصة الكشف عن أنيابهم يا عزيزتي عسى أن يقودنا ذلك إلى أيمن الصياد أو ما تبقى منه هزت مونة رأسها بحيرة وقالت لم أعد أرى عما تبحث عن أيمن الصياد الصحفي المختفي أم عن مؤامرة مرهولة تتسم بالخطورة قال أدهم وهو يدس مفتاحه في ثقب باب غرفته ليس هناك فارق أيضا الملازم فكلاهما يقود إلى الآخر ابتسمت مونة وقالت وهي تدفع باب حجرتها ولهذا نتعامل بأسمائنا الحقيقية هذه المرة وبشكل عالني مكشوف حتى نصبح طعما لاستياضهن ترى متى سيحدث الاستضامة التالي؟ وفجأة اندفع أدهم نحوها بشكل أدهشها وقبل أن تتسع عيناها من إثر ذلك قفز بجسديه ليدفعها بعيدا في نفس اللحظة التي دوى فيها انفجار قوي قذف بشظاياه عبر باب غرفتها فصاحت بزعر يا إلهي لقد حاولت تخلص مني أنا هذه المرة ولكن لماذا؟ كفز أدهم مواقفا دون أن يجيب عن سؤالها وجسب يدها ليساعدها على النهود ثم قال وهو ينفض الغبار عن ملابسي بهدوء يا لسا خافة لقد استخدموا كنبلة يدوية عادية هذه المرة إن هذا لا يليك صح طمنا تسأله مرة أخرى ولكن لماذا أنا هذه المرة؟ امتلأت الردها بنزلاء الفندق والعملين ورجال الأمن الداخليين قبل أن يجيب أدهم عن سؤالها فقال ببساطة وهو يشير إلى الغرفة التي حطمتها الكنبلة من الواضح يا سادة أنها محاولة قتل ولكن أحدا لم يصب بسوء والحمد لله تقدم أحد رجال الأمن نحوه وسأله بشك من يحاول قتلكم يا سينيور؟ ولماذا؟ هل لي في جوازي صفركم؟ أجابه أدهم باسما بهدوء إنني أؤمن بالتخصص أيها الشرطي وإجابة السؤالين الأول والثاني هم من اختصاصك أو من اختصاص زملائك أما عن السؤال الثالث فهو يحتاج إلى سبب منطقي فنحن المجني عليهم ولسنا الجناء هز الشرطي رأسه بعناد وقال هذا لا يمنع من اطلاع لجوازي سفريكم يا سينيور أشار أدهم إلى غرفته وقال بلهجة آمرة أعتقد أنه من الأفضل أن نتصل بخبراء المفارقعات أيها الشرطي بدلا من إضاعة الوقت في إجراءات روتينية لا معنى لها فهناك كنبلة مماثلة ستنفجر لو دفع أحدكم باب غرفتي نظرت مونة إلى أدهم بدهشة وقالت إذن فقد لغموا الحجرتين أجابها أدهم بهدوء نعم يا عزيزتي لقد حاولوا أن لا يتركوا شيئا للمصادفة لولا أنهم استخدموا كنبلة يدوية عادية وعندما دفعت أنت باب غرفتك جذب خيط متين زيناد الكنبلة وكادت خطتهم تنجح لولا أن نزع زيناد الكنبلة اليدوية يحدث صوتا خافتا لا يمكن أن تخطؤه إذن رجل قوات خاصة صابق مثلي يا عزيزتي عاد الشرطي الفندق يقول بإلحاح جوازي سفاركما يا سينيور ويا سينيورا قال أدهم ببرود وهو يمسك بزراعة مونة ويقودها نحو المصعد إذا لم تكن تنوي إلقاء القبض علينا أيها الشرطي فستجد كل بيانات جوازي سفارين مدونة في دفتر استقبال الفندق مع زرا فالسينيوريت تحتاج إلى الجلوس في مكان هادئ بعد هذا الموقف المثير للأعصاء وقبل أن ينطق أحدهم بكلمة دفع أدهم زميلته داخل المصعد ثم تبعها وضغط ذر الهبوط إلى الطابق الأرضي فابتسمت مونة وقالت بحياء أعتقد أنني مدينة لك بحياتي هذه المرة يا سيادة المقدم ابتسم أدهم متهكما وقال دون أن يلتفت إليها في مهمتنا هذه لا يدين أحدنا للآخر بشيء يتهى الملازم مدام الأمر يتعلق بالعمل ابتلعت مونة عبارته الساخرة بصعوبة وازداد تخضب وجهها وهي تسأله هل لي أن أعلم لماذا غادرنا الفندق بهذه السرعة وقد عدنا إليه لتوينه أجابها أدهم بهدوء لأن خروجنا أحياء بهذه السرعة سيدفع أحدهم لتعقب خطواتنا وأنا أحاول فعل المستحيل من أجل التقاط طرف الخيط الذي سيقودنا إلا ما نبحث عنه أيها الملازم كان المسعد قد وصل إلى الطابق الأردي وما أن انفرج بابه حتى فوجه أدهم وزميلته بأنهم أقفان في مواجهة حييم الذي كان يقف في انتظار المسعد والذي تراجع بحده عندما وقع بصره عليهم فابتسم أدهم بسخرية وقال وهو يغادر المسعد ويتجه نحوه بهدوء يا للمصادفة السعيدة هل كنت تزمع الصعود لتمتع عينيك برؤية أشلائنا المتناسرة يا مستر حييم يؤسفني أننا خيبنا رجائك خيط من نار شحب وجه حييم وتراجع بذعر ناسيا أنه بصحب الثلاثة من أعتى رجاله وحاول جاهدا أن يرسم ابتسامة على شفتيه وهو يقول بصوت مرتعد أثار دهشة رجاله مرحبا يا مستر سابري أي انفجار تتحدث عنه؟ إنني لا أعرف شيئا عن ذلك مطلقا ضحك أدهم بسخرية وقال عجبا إنني لم أذكر كلمة الانفجار هذه أبدا يا مستر حييم من أين أتيت بها؟ زوى حييم ما بين حاجبيه وقال اسمع يا مستر سابري دعنا نتحدث بصراحة أشعر أدهم إلى مونة التي ظلت صامتة وقال متهكما كنت أحب أن أذكر لك رأي فيك وفي مخابراتك بصراحة يا مستر حيي ولكنني أخشى أن أتفوه بذلك أمام آنسة مهذبة كزميلاتي اصدرد حييم ريقاه بصعوبة وقال دعنا من الآراء الشخصية يا مستر سابري ولنتحدث في العمل عقد أدهم سعديه أمام صدره وقال حسنا يا مستر حيي إننا على أرض مكسيكية محيدة وهذا يجعل الأمر سهلا لكلينة تنهد حييم بارتياح وقال أنت إنسان عاقل يا مستر سابري والآن قاطعه وأدهم قائلا بصرامة والآن ستخبرني بصراحة أيها العجوز أين الصحافية أي من الصياد حدك حييم في وجهه بدهشة وقال هل هذا كل ما تبحث عنه يا مستر سابري حقيقة ثم ضقت حد كوته وقال بخبص ترى هل تنوي العودة إلى وطنك فور عثورك عليه قال أدهم بجدية نعم يا مستر حييم وأعدك بذلك ضحك حييم بصخرية وقال يا لك من زاكي يا مستر سابري هل تعلم أن هؤلاء الرجال الثلاثة الذين يكفون خلفي قادرون على تمزيقك إربا في أقل من لمح البصل هز أدهم كتفيه بلا مبالا وقال إن هؤلاء البهلونات الذين تحد بهم نفسك لا يصيرون في نفسي أكثر من مجرد الرغبة في الضحك أيها المخرف العجوز فهم ينفكون الكثير من الوقت لنفخ عضلاتهم ولكنهم لا يجدون استخدامها ابتسم حييم بشراسة وقال أنت مخطئ أيها الشيطان المصري فهؤلاء السلاسة محترفون وهم أقوى رجالين على الإطلاق هل تؤدي مواجهتهم؟ أزح أدهم مونة بهدوء وقال بسخرية لازعة كم يسعدني تحطيم أفيا لك الثلاثة أيها الرعديد وبإشارة واحدة من يد حييم كفز العمالقة الثلاثة نحو أدهم وهم يزمجرون بشراسة صرخ الرواد في بهو الفندق بذعر عندما بدأ القتال العجيب على مرأة من الجميع ولم يكن القتال في حد ذاته هو الذي بهره بل هذا الرجل الوسيم الرشيق الذي تحرك بسرعة ومهارة كأسار مدمر لا يبكي ولا يذر وسط عمالقة ثلاثة يفوقه أقلهم حجما وقوة أما بالنسبة للعمالقة الثلاثة فقد هزتهم المفاجئة من أعماقهم عندما قفزوا نحو أدهم الشعر أولهم بقنبلة فاجر في فكه وتهشم أسنانه وشعر الثاني بالظلام يحيد به عندما اختلطت عظام أنفه بلحم وجهه الممزق أما الثالث فقد راودته رغبة شديدة في القيء مع كل ذلك الألم الذي أصاب معدته وشعر الأول بنفس الشعور القيء بعد لحظة واحدة أما الثاني فقد أرح نفسه وفقد الوعي وظن الثالث أن ملامح وجهه قد تبدلت وتحولت إلى قطعة من العجين عليها أثر قبضة أدهم الفولازية أصاب الظهول حييم وحاول أن يفر بعيدا ولكنه شعر بمسد الصغير يندس في جنبه وسمع صوت مونة هادئا وهي تقول مبتسمة مهلا يا مستر حييم أعتقد أن أدهم يود التحدث إليك قليلا عندما ينتهي من فري رجالك المحترفين كما تزعم أرخح حييم زراعيه باستسلام وقال بأساه إنهم كذلك بالفعل يا مستر مونة إنهم كذلك قادته مونة بهدوء إلى حيث تقف سيارة أدهم الذي لحق بها سريعا وهو يقول بسخرية أحسنت يا أيوتها الملازم إنك تصرفين بشكل أفضل هذه المرة ثم أسرع يندس أمام عجلة القيادة بعد أن تأكد انجلوسهما في المقعد الخلفي وانطلق بالسيارة مبتعدا عن الفندق قبل أن يباشر رجال الشرطة التحقيق فيما حدث أوقف أدهم سياراته في منطقة نائية واستدار ليلصق فوهة مسدسه بجبين حييم وهو يقول بصوت جمد الدماء في عروق هذا الأخير ترى هل تجد هذه المنطقة مناسبة لمصرعك يا مستر حييم إنك لن تقتل رجل أعزل يا مستر صعبري هذا ليس من شي ماتك ثم إن هذا التهديد بالقتل لن يخيف محاربا سابقا مثلي ابتسم أدهم بصخرية وقال إنني على استعداد لقتل رجل مريض أيها العجوز لو أن في ذلك مصلحة مصر قطب حييم حاجبيه وقال وأنا على استعداد على الموت من أجلس قاطعه أدهم قائلا وقال لأقتلك يا مستر حي ما رأيك لو أطلقت النار على رقبتيك مثلا قالت مونة بهدوء وهي تستند إلى المقعد الخلفي للسيارة بل اطلق النار على رأسهم بشرة يا سيادة المقدم لقد سبب لنا هذا العجوز المخرف الكثير من المتاعب منذ قابلناه لأول مرة بدأ الضعر يزحف إلى قلب حييم فقال بتوسل مستر صعبري يمكننا أن نتطفق بلا شاك كل شي قابل للتفاعد ضحك أدهم بصخرية وقال وماذا تريد أن تبنحني مقابل حياتك يا مستر حييم وسام ظهر التردد واضحا على وجه حييم كان من الواضح أنه يحاول حسم أمر ما في ذهنه فقال أدهم محاولا مساعدته لحسم هذا الأمر ربما لو سلمتني أيمن الصياد قال حييم بلهجة متوسلة وكأنه يتفاوض حقا لا يا مستر صعبري أرجوك هذا غير ممكن سألته مونة بضيق هل قتلتموه؟ هرك حييم كفاه أمام وجهه بعصبية وهو يقول أبدا يا ميس مونة أبدا إنه حي يرزق أقسم على ذلك قالت مونة بعصبية لماذا ترفض إذن؟ ظهرت الحيرة على وجه حييم وهو يقول لا يمكن أن أسلمكم هذا الشاب بالذات أرجوك يا مستر صعبري تخير شيئا آخر كان أدهم مقطبا حاجبيه من زرافة حييم تسليمهما أيمن الصياد ولكن ملامحه تبدلت وعدت اتسامته الصخير على شفتيه وهو يقول سأخبرك أنا يا زميلتي العزيزة لماذا يرفضون تسليمانا أيمن الصياد لأن هذا الشاب الوحيد الذي يعلم طبيعة المؤامرة المجهولة التي يحيكونها هذا ما يظنونه بالطبع ثم ركز بصره على عين حييم وتابع قائلا بلهجته الصخيرة المألوفة ولكنني سأدهش صديقنا العجوز عندما أفاجئه بأنني أيضا أعلم تفاصيل هذه المؤامرة بل سأقصها على ما سامعه بالتفصيل الخدعة الشيطانية ترقصت ابتسامة صخيرة على شفتي حييم مبينة عدم تصديقه للعبار التي تفوه بها أدهم على حين قالت مونة بلهفة هل توصلت إلى المؤامرة يا سيدي؟ أجابها أدهم بهدوء قائلا نعم يا زميلة العزيزة وسزلاش هذه الابتسامة الصخيرة من على وجه صديقنا حييم عندما أخبره بما أعلم ثم عاد يركز بصره على عين حييم وهو يقول هل تعلمين السبب الحقيقي الذي يمنع هذا العجوز من تسليمنا أيمن الصياد يا مونة؟ إنه لا يستطيع ذلك وقالها كشف لنا أيمن أن الرجل الذي يحتل منصب الملحك العسكري في صفارة مصر بالمكسيك ليس هو العقيد فريد حصني الحقيقي لما فك حييم الذي تدل بدهشة وبلاها عن صحة الاستنتاج الذي أدل به أدهم فابتسم هذا الأخير بسخرية وتابع قائلا وأن الرجل الذي هناك حاليا ليس سوى واحد من رجال المخابرات التي يدبع لها صديقنا حييم وجد أجريت له جراحة تجميل بارعة في مستشفى فيراكروس على الأرجح بعد أن تم انتقاؤه بدقة بالغة من بين المهاجرين الذين غادروا مصر بعد حرب عام 1967 بحيث يطفق قوامه وصوته مع العقيد فريد حصني حاول حييم أن يبتسم بصعوبة وهو يقول خيال طريف يا مستر صعبري وكيف أمكننا إجراء هذا التبديل ما دام الملحك العسكري لا يغادر السفارة مطلقا إلا بصحبة صمت حييم فجأة وقد تبين أن عبارته قد تقود أدهم إلى معلومة جديدة ولكن أدهم ضحك ساخرا وقال لقد أجبت عن هذا السؤال بنفسك يا مستر حيي نعم لم يكن الملحك العسكري يغادر السفارة سوى بصحبة الملحك الصحفي ولهذا كان لابد من إحداث هذا الانفجار الزائف لإبعاد الملحك الصحفي حتى يتم التبديل ولقد أصيب الملحك العسكري أيضا ولكن بدي لكم الزائف لم يكن مصابا بأي جروح على الإطلاق وهذا ما أثار ريبتي صمت أدهم لحظة تأمل خلالها وجه حييم الذي اكتسى بالغيز ثم تابع قائلا إنها خطة ذكية يا مستر حييم ولم أكن لأكشفها لولا انفعال عجيب انتبه هذا البديل أثار الشك في نفسي ودفعني للتفكير في معناه رفع حييم رأسه ينظر إلى أدهم بتساؤل وقد ضاقت حتقتاه حتى كادت تختفيان خلف جفنيه المنتفختين فقال أدهم لقد تراجع بحدة وبدأ على وجهه الذعر عندما وقع بصره على وجهه ولم يكن التعليل الذي برر به ذلك مقنعا هل تعلم لماذا فعل ذلك يا مستر حييم؟ لأن كل واحد من رجالكم يحمل في جيبه صورة لي لقد صنعتم مني جولا يخشاه رجالكم إلى درجة الإصابة بالفزع فور رؤيته أيها العجوز الأحمق تم تمحيين بغيز؟ هذا الغبي الأرعى كحكه أدهم ضحكا بسخرية ثم قال سأعد هذه العبارة الغاضبة اعترافا آخر أيها الثعلة بالعجوز سألته مونة باهتمام ولكن لماذا فعل كل ذلك يا سيدي؟ ابتسم أدهم وقال هل نسيت أن العقيد فريد حسني مرشح للعمل في المخابرات الحربية المصرية يطهى الملازم؟ لقد أخبرنا سيادة السفير بذلك في مجمع الحديثة وهذه فرصة ذهبية لهؤلاء الأوغاد ليزرعوا أحد رجالهم وسط مخابرتنا امتقع وجه حييم بغيز على حين نظرت مونة إلى أدهم بإعجاب وقالت ها هي ذي عبقرية جديدة تضاف إلى مهاراتك يا سيادة المقدم لقد تفوقت هذه المرة على شيرولوك هولمز كما توقعت أنا كيف توصلت لكل ذلك؟ ابتسم أدهم وقال متهكما لقد كان شيرولوك هولمز يعيش حياة هادئة يا عزيزتي وأنني لا أحسده عليها ثم صمت لحظة وعاد يقول لقد توصلت إلى كل ذلك بسبب تأكيد صديقنا حييم لكون أي من الصياد حيا حتى الآن وهذا شيء عجيب بنسبة لهؤلاء الأوغاد إلا إذا كانوا يحاولون التوصل إلى كل ما يعرف أو أنه يعلم من الأشياء ما يمكن أن يفيدهم وفجأة وعند هذه النقطة اتضحت الأمور كلها في ذهني ولكنني لم أكن متأكدا بالضبط فقررت الإقاع بهذا الوغد العجوز بالتظاهر بأنني واثق من كل كلمة أنطق بها حدق حييم في وجهي بحنك وتمتم قائلا يا للشيطان ضحك أدهم بصوت عالي ثم قال وأعتقد يا عزيزتي أن أي من الصياد يعرف الكثير عن العقيد فريد حسن ولهذا فقد كشف حقيقة هذا البديل المزيف ولهذا أيضا يحتفظ به هؤلاء الأوغاد حيا حتى يمكنهم استخلاص ما يفيد رجلهم في إتقان دوره ثم التفت إلى حييم وقال ساخرا أليس كذلك أيها الوغد العجوز؟ وللحشة مونة ابتسم حييم ابتسامة مطمئنة وهو يقول بالا أيها الشيطان المسري كلما تفوهت به صحيح مئة بالمئة زوى أدهم ما بين حاجبيه والصدار لينظر عبر زجاج السيارة الأمامي إلى أربع سيارات تقترب من سيارته بهدوء ثم قال بسخرية وهو يدير محرك سيارته؟ هل تسير دائما بصحبة جهازك اللاسلك الصغير أيها العجوز؟ أجابه حييم بهدوء وكأنما صديقان يتناجيان؟ دائما يا مستر صابري ولقد اعتاد رجالي على تتبع إشاراته إذا ما عجزوا عن العثور علي لسبب أو لآخر وسوف يحطون بك بعد قليل حرك أدهم ذراع السرعة وضغط على بدال البنزين والكابح وهو يقول متهكما من الممتع أن هذه المنطقة خالية تماما من سوانا وسيفيدني هذا في إعطاء رجالك بعد الدروس الخاصة بقيادة السيارات وعقب هذا القول بأن رفع قدمه عن الكابح فانطلقت السيارة لتبدأ أشرص متاردة مباشرة في حياة رجال المخابرات انتزاع النصر انطلقت السيارات الأربعة تطارد سيارة أدهم بإسرار على حين بدأ هو استعراض مهارته وبرعاته المذهلة في السيطرة على السيارة التي كانت تستجيب لقائدها وكأنها تخشى أن تعصي أوامر رجل المستحيل وحاول قائد السيارات المطاردة للالتفاف حوله ولكنه انحرف بشكل مفاجئ وتوجه بسرعته المذهلة نحو ممر جابلي ضيق معدل الدراجات فصاحت منا بالزعر احترس يا سيدي لن يسع هذا الممر سيارتين ابتسم أدهم بثقة وقال بلهجتي المتهكمة ولكنه يسع سيارة واحدة يا صغيراتي وخاصة إذا كنت أنا قائدها واندفع داخل الممر بسيارته ببراعة منقطعة النظير كان الأمر يحتاج إلى قبضات فولاذية باردة كالسلك وإلا فإن أي انحراف ولو لسنتيمتر واحد كافي لارتطام السيارة بجدران الممر وكم يصبح هذا صعبا لو علمنا أن أرضية هذا الممر مملوئة بالحص الصغير ولكننا نعود فنجده أمرا سهلا مدام قائد السيارة هو أدهم صبري الملقب برجل المستحيل جازفت إحدى السيارات المطاردة بعبور الممر خلف أدهم ولكن انحرافا ضائلا في عجلة القيادة دفعها إلى الارتطام بجدار الممر فتهشمت مقدمتها لتسد الطريق على السيارات الأخرى على حين استمر أدهم في اندفاعه السابت داخل الممر وقال بهدوء دون أن يرفع بصره عن الطريق هيا يا مستر حي شمي رأسه برصاص مسدسه هذا أمر قالت منا وهي تجذب إبرة الأمان بمسدسها الصغير سوف يسعدني ذلك يا سيدي فلقد سئمت هذا الرجل إلى حد الموت قال حييم بارتباك عجز على أن يخفيه إنك لن تقتل رجلا أعزلا يا مستر سابري استمر أدهم في قيادته بصمت على حين بدأت منا لعد التنازلي فصحى حييم انتظر يا مستر سابري إنني رجل عاقل فلو أنك نجوت هذه المرة فلن تكون هناك فائدة من احتجاز أيمن الصياء أما لو تمكن رجالي من القضاء عليك فلن تفيدك معرفة مكان إنها معادلة سأخبرك أين وضعنا أيمن الصياء ثم صمت لحظة وعاد يقول سأخبرك أين وضعنا أيمن الصياء ثم صمت لحظة وعاد يقول ستجده مع الملحك العسكري الحقيقي في قبو فيلا صغير على ساحل في رقراس في حراسة خمسة إجال لديهم أوامر بالتخلص من السجناء في حال حدوث أي محاولة لإنقاذهم ومع أن أدل حييم بعنوان الفيلا حتى أعادت منا إبرة مسدسها إلى وضع الأمان في نفس اللحظة التي خرجت فيها سيارة أدهم من الطريق الأخر للممر ليجد السيارات الثلاثة البقية في انتظاره فانحرف يسارا ببراعة ليمر بجوار إحدى السيارات ثم انحرف يمينا وعود انطلاقه في الطريق الذي بدأ أمامه دون أن يدري إلى أين يقوده وفجأة وجه حييم لكمه إلى وجه منا وهو يقول بشراسة لن أجد فرصة أكثر مناسبة من هذه يا رجال المخابرات المسرية ثم قفز من السيارة وهي تنطلق بهذه السرعة الهائلة فصاح أدهم يا للمجنون لن يحتمل جسده الهش هذه القفزة توقفت السيارات الثلاثة المطاردة عندما ارتطم جسد حييم بالأرض وتضحرج أمامها وقفز الرجال من سياراتهم وصاح أحدهم وهو يفحص جسد العجوز الذي فقد الوعي من جراء الارتطام إنه حي ولكنه مصاب بعدة جروح وكدماء كما أن ساقه تهشمت بشكل بشع التفت أحد الرجال إلى جوزيف الذي وقف صامتا وسأله أن نواصل المطاردة أم نسرع به إلى أقرب مستشفى نظر جوزيف إلى صيارة أدهم التي اختفت في الأفق وقال سنسرع لإسعافه بالطبع وندرك هذا الشيطان المسري لمناسبة أخرى وسيكون انتقامنا حينئذ رهيبة انتزع الحراس الخمسة مسدساتهم عندما دق جرس الفيلا وأشار أحدهم إلى مدخل القبو قائلا فليكن أحدنا مستعدا لقتل الأسيرين إذا ما كان الأمر مريبا وتوجه إلى باب الفيلا وفتحه ثم تراجع بدهشة وهو يقول مستر حييم عجبا لما لم تدك الجرس بالطريقة المتفق عليها جلس حييم على مقعد مجاور وقال بسرعة لقد حدث الكثير من التعديل في الخطة أحضر الأسيرين أشار الرجل لأحد رفاقه بإحضار الأسيرين ثم عاد يسأل حييم بدهشة هل ستقوم باستجوابهم مرة أخرى يا سيدي؟ هز حييم رأسه نفيا بقوة ثم قال بل سأصطحبهم معي إلى مكان آخر فلقد توصل هذا الشيطان المصري أدهم صبري إلى مكانهم وسرعان ما يصل بين لحظة وأخرى أحضر الرجل الأسيرين اللازين بدأ في حالة مزرية من الإعياء والضعف ووقف الحراس الخمسة ينتظرون أوامي رئيسهم حين انطلق جرس الهاتف يشك السكون فأسرع أحد الحراس يتناول السماعة ويسأل عن من يتحدث وسمت لحظة قبل أن تتسع عيناه دهشة وذعرا وتدلت فكه السفلة بشكل قبله وهو يحطق في وجه حييم بزهور وفجأة وبدون سابق إنذار دبر نشاطه الحيوية في جسد حييم العجوز فقفز من مقعده برشاقة مذهلة وانطلقت قبضته تحطم فك أقرب الحراس إليه ثم دار على أطراف أصابع قدمه اليسرى لتركل اليمنى وجه الحارس الثاني وتستقر على الأرض لتتفع اليسرى بدورها مطيحة بالحارس الثالث الذي تهاوى إلى الأرض فاقد الوعي وانسان جسد أدهم غائسا لأسفل ثم تمدد كقطعة من المطاط المارئ وقفز في الهواء ليهبط بقدميه في صدر الحارس الرابع وتنثني زراعه اليسرى لتغوص مرفقاه في معدة الحارس الخامس ثم تنهي قبضته اليمنى الصراع عندما تنطلق كالقنبلة لتنفجر في وجهه أخذ الحراس الثلاثة الباقين في حالة الوعي يتألموه على حين تفجرت الدهشة على وجه أيمن الصياد والعقيد فريد حسني وأسرع أدهم المتنكر في هيئة حييم يحل وصاقيهما وهو يقول بهدوء وبساطة حمدا لله على سلامتكم يا سيد أيمن وسيادة العقيد فريد أرجو أن لا تلتفت إلى ذلك الوجه الذي أحمله والذي ترك في نفسيكم أثرا سيئا من قبل فما هو إلا وجه تنكري أما أنا فأدعى أدهم صبري ولقد أتيت الإنقاذكم مع تحيات وتمنيات المخابرات المصري نظر أيمن والعقيد فريد كل منهما إلى الآخر غير مصدق ثم هدف أيمن الصياد بقلق لا استأدري كيف نشكرك يا سيد أدهم ولكن عليك أن تسرع فلقد علمنا أن البديل المزيف الذي يحتل منصب الملحق العسكرية في السفارة المصرية لديه أؤامر مشددة بنصف السفارة بأكملها في حال كشف أمره زوى أدهم ما بين حاجبيه وقال يا للأوغاد ثم توجه إلى أحد الرجال الثلاثة وجذبه من شعره ثم ألتق في واحد مسدسه بجبهاته وسأله بصوت قوي مخيف هل هذا صحيح أيها الرجل؟ تكلم وإلا حطمت رأسه قال الرجل بصوت مرتعد متألم نعم نعم هذا صحيح ولكن هذا لن يتم إلا عندما يتلقى عميلنا كلمة شفرية خاصة لا يعلمها سوى مستر حيي وهو الآن فاقد الوعي في مستشفى في راكروس لقد أخبروني بذلك الآن تليفونيا ترك أدهم الرجل وقال إذن فلدينا فرصة مناسبة حتى يستعد مستر حييم وعيه يمكننا الاتصال بالسفارة وتحذيرهم ولكنني أخشى أن يلتقط ذلك العميل المكالمة ثم صمت لحظة وقد زوى ما بين عينيه مفكرا ثم عاد يقول سننطلق الآن إلى الصفارة المصرية في مكسيكو وهناك يمكننا الوصول إلى ما نريد وأشار إلى باب الفيلا قائلا أسرع يا سيد أيمن وأنت يا سيادة العقيد فريد ستجدان سيارة حمراء تقودها زميلتي مونة انتظراني حتى أنتهي من إحكام قيد هؤلاء الرجال ثم ننطلق جميعا إلى مكسيكو وليكن الله سبحانه وتعالى في عوننا من أجل مصر كان أدهم ينطلق بسيارته بسرعة مزهلة محاولا الوصول إلى مكسيكو في أقرب وقت ممكن عندما سأل أيمن الصياد كيف أمكانك كشف هذه المؤامرة الخفية يا سيد أيمن أجابه أيمن الصياد لقد ساعدني حسن الحظ أو سوء حظهم يا سيد أدهم فلقد كنت قد أجريت حديثا صحفيا مع العقيد فريد حسني منذ عام تقريبا وقبل انتقاله للعمل كملحق عسكري لسفارتنا هنا وكان يعرفني يومها جيدا بل إنه كان يعلم ملامحي من قبل لقائنا ولكنه عندما كان في السفارة أقصد عندما قبلت بديل المزيف لم يتعرفني مطلقا بل لم يتذكرني حتى عندما ذكرته بحديثنا السابق وهنا شعرت ببعض الشك حول شخصياتي وروادتني فكرة إحلال بديل بعملية جراحية تجميلية ولما كانت أشهر مستشفى لجراحات التجميلية في العالم تقريبا في فيرقراس فقد صافرت إلى هناك لاستشارة أطبائها عن إمكانية حدوث ذلك ولسوء حظهم أو حظي سألت الطبيب الذي قام بإجراء العملية بالفعل لحساب بني جنسه أفراد المخابرات المعادية لنا وهنا قرر تخلص مني ظنا أنني أعلم كل شيء بالفعل سأله أدهم وماذا عن تلك البرقية التي أرسلتها لجريدة الشرق ابتسم أيمن الصياد وقال لم تكن حينئذ سوى محاولة مني لحث الجريدة على إمداد بالمال اللازم لاستكمال تحرياتي ضحك أدهم بسخرية وقال لقد تحولت محاولاتك إلى نبوءة يا سيد أيمن بل لقد كان لبرقيتك الفضل في كشف أبعاد هذه المؤامرة الخفية برغم أنك لم تقصد ذلك تمتمت مونة بدهشة سبحان الله لقد ساعدنا على الحفاظ على أمن مصر فقال أدهم بجدية إن الله سبحانه وتعالى يعاون الذين يسعون من أجل قضية عادلة يا عزيزتي والذين يحاولون الحفاظ على الأرواح لهؤلاء الذين يسعون لإزهاقها سألته مونة ولكن لماذا حاولوا التخلص من الملحق الصحفي في المستشفى أجابها الملحق العسكري على سؤالها قائلا لأنه الوحيد الذي يعرفني جيدا بحكم تقاربنا الدائم أيضها الملازم وهو الوحيد القادر على كشف هذا البديل المزيف فور التقائهما هزت مونة رأسها وقالت ولكن كيف تم إبدالك بهذا المزيف يا سيدي هز الملحق العسكري كدفاه وقال لست أدري بالضبط إيضا الملازم لقد فقدت الوعي فور الانفجار وأفقت لأجد نفسي في هذا القبول عفن وما هي الايام قليلة حتى لحق بي صديقنا الصحفي أيمن الصياد قال أيمن الصياد ويا لها من أيام ترك فيها الفزع آثاره في جسدين يا سيد العقيد هل تعلم لماذا لم يحاولوا التخلص منك؟ أجاب أدهم بهدوء حتى يستخلصوا منه كل ما يريدون من المعلومات أولا أيها الصحفي الزكي والآن استعدوا جميعا فقد وصلنا إلى مدينة ميكسيكو وما هي إلا لحظات ونصبح في الصفارة المصرية هناك كانت الصفارة المصرية تموك بالأضواء في أثناء حفل استقبال الملحك الإعلامي الجديد حينما تلقى السفير مكالمة تلفونية من حارس الصفارة فسأله ماذا تريد أيها الحارس؟ أجاب الحارس في أدب السيد أدهم صبري يطلب مقابلتك يا سيادة السفير يقول إن الأمر عاجل ولا يحتمل التأجيل قال السفير اسمح له بالدخول بالطبع أيها الحارس فسأله أدهم صبري صديق قديم لي ويمكنه زيارتي في أي وقت يشاء وما هي إلى لحظات حتى تعلقت أنظار الجميع بأدهم وهو يخطط داخل قاعة الاحتفالات في السفارة المصرية بقامته الممشوقة وملامحه الوسيمة وابتسامته الجذابة وبلا باقة صافح السفير وهو يقول مع زرا يا سيادة السفير لقدومي في وقت غير مناسب وبدون دعوة شخصية ولكنني كنت أريد مخاطبة الملحك العسكري في أمر بالغ الخطورة قطب السفير حاجبيه وبدأ القلق على ملامحه وهو يقول إنك تبدو مخيفا يا صديقي أدهم عندما تتحدث بهذه الطريقة ثم تلفت حوله وقال لاست أدري في الواقع إن ذهب الملحك العسكري يا صديقي لقد تلقى مكالمة تلفونية شخصية منذ خمس دقائق تقريبا غادر بعدها قاعة الاحتفالات صح أدهم بصوت عالي أثار زعر الحاضرين يا إلهي أطلب من ضيوفك مغادرة السفارة في الحال يا سيدة السفير فهم معرضون للخطر قد ينفجر مبنى السفارة ما بين لحظة وأخرى ثم صح غير مبالي بالذعر الذي أصاب الجميع أين تقع غرفة الملحك العسكرية سيدي وأين مكتبه الخاص أشار السفير إلى الطابق العلوي وهو يقول بانزعاج في الطابق العلوي أدهم ثالث مكتب على اليسار أسرع أدهم يقفز درجات السلم وهو يقول يا إلهي فلوفقني الله في العصور عليه قبل أن ينفذ مؤمرته البشعة الصراع الأخير قبل أن يصل أدهم إلى منتصف السلم ظهر في أعلاه البديل المزيف في الملحك العسكري وهو يحمل حقيبة دبلوماسية صغيرة سوداء ومن الواضح أنه كان يهم بالفرار في تلك اللحظة عندما وقعت عيناه على أدهم فتراجع بحده وهو يقول منزعرا يا للشيطان ثم أسرعت يده نحو مسدس المخبأ في جيب سترته ولكن أدهم اختصرت درجات الباقية بقفزة مذهلة ليهبط فوق البديل ويوجه لكمة قاسية إلى معدته فتأوه بألم ثم صرخ عندما تلقت فكه لكمة مماثلة وسقط على الأرض أمسك أدهم بتلبيبه وصح بصرامة أين وضعت هذه القنبلة أيها الحقير ابتسم البديل بصعوبة وهو يمسح خط الدم الذي سال من زاوية فم وقال لقد فات الوقت أيها الشيطان المصري سينفجر مبنى السفارة بأكمله بعد ثلاث دقائق لابد أن نغادر المبنى جميعا في الحال جذبه أدهم من سترته بقوة خرافية فأكبره على الوقوف والتفت إلى السفير أسفل السلم وقال فليخرج الجميع من السفارة يا سيادة السفير وسأبقى وحدي مع هذا الحقير أسرع الحاضرون جميعا نحو أباب الخروق ولحظة قال السفير بدهشة ولكن الملحق العسكري فوق كل الشبهات يا أدهم إنهم يخترونه بدقة بالغة أجابه أدهم هذا الوقت الذي أمسك به ليس الملحق العسكرية سيدي ستجد الشخص الصحيح جالسا في سيارة حمراء خارج مبنى السفارة بصحبة زميلات يمونة والصحفية أيمن السياد قال السفير بدهشة أيمن السياد هل عصرت عليه؟ أجابه أدهم بهدوء وهو يحكم قبضته على البديل المزيف لا تضيع الوقت يا سيادة السفير غادر المبنى بسرعة وسأبقى هنا مع هذا البديل المزيف صح البديل بزعر أنت مجنون أيها الرجل سينفجر المبنى بأكمله بعد دقيقتين ونصف هزى أدهم كتفيه بلا مبالاة وقال بهدوء فليحدث ما يحدث أيها الحقير ولكن كلينا لن يغادر السفارة قبل أن تخبرني أين وضعت هذه الكمبلة وكيف يمكنني إبطال مفعولها؟ نظر البديل إلى ساعته بزعر وصاح أنت مجنون لابد أنك كذلك ثم ابتسم بصعوبة وقال إنك تحاول خداعي وستفر في اللحظة الأخيرة أليس كذلك؟ قال أدهم بصرامة طلنا رماذا سيحدث أيها الوقت ها هو زى الوقت يمضي بسرعة حاول البديل التملص برعب ولكن قبضة أدهم الحديدية الممسكة به منعته من ذلك فصاح لقد بقيت أقل من دقيقتين أيها الشيطان دعني ولنفر بروحين بسرعة قال أدهم بهدوء حسنا هذا قضاء الله من المؤسف أنك ستكون آخر وجه أراه قبل موت أيها الحقير تصبب العرق غزيرا على وجه البديل وتعلقت عيناه بساعة يده ثم صاحب استسلام اللعنة بقيت دقيقة ونسف أسرع أيها الشيطان إلى غرفة مكتب السفير في الطبق الثاني وستجد هناك لوحة تمثل رئيسكم هرياتكم إطار هذه اللوحة يحتوي على الكمبيلة والحال الوحيد لإبطال مفعولها هو انتزاع الضلع السفلي من الإطار فهو الذي يحتوي على المفجر الموقوط هو أدهم بقبضته القوية على فك البديل مهشما إياها وهو يقول شكرا لك أيها الوغد فلتنم قليلا حتى أرى ما يمكنني عمله ثم أسرع يعد نحو غرفة مكتب السفير وقد أشارت ساعته لأنه لم يبقى سوى دقيقة واحدة وتنفجر الكمبيلة حاولت مونة الإسراع لدخول مبنى السفارة ولكن السفير منعها بقوة وهو يقول أدهم لا يحتاج إلى معاونة أيها الفتاة إنه سينجح وحده وإلا فلا داعي للقضاء أعلى كليكما تملست مونة من قبضته وقالت وهي تسرع نحو مبنى السفارة لن يطيب للعمل ولن أنعم بالحياة إذا ما أصاب أدهم سوء يا سيدي السفير وقبل أن تصل مونة إلى السفارة قال السفير بدهشة كان من المفروض أن تنفجر الكمبيلة الآن هل الأمر كله مجرد خدع أو أن هذا الرجل قد نجح وقبل أن تكتاز مونة باب السفارة ظهر أدهم على اعتباته مبتسما فتصمرت هي في مكانها وتمتمت بسعادة بلغة أدهم هل نجحت ارتج الشارع الذي تقع فيه السفارة المصرية بهتاف الجميع عندما أهم أدهم برأسيه إجابة وأسرع الجميع إليه بفرح عارمة يهنؤونه ويشكرونه ويصفحونه فابتسم هو بهدوء والتفت إلى السفير قائلا معزرة يا سيدي السفير لقد اضطررت لتحطيم باب غرفة مكتبك فقد كان هذا الوغد قد أوصده بالمفتاح الختاء ارتسمت ابتسامة فخر وإعجاب على شفتي مدير المخابرات الحربية المصرية وهو يقرأ التقرير الذي قدمه إليه أدهم صبري ثم نحاه جانبا ورفع رأسه إليه قائلا ممتاز أيها المقدم لقد أديت مهمة رائعة بحق هذه المرة ابتسم أدهم بهدوء وقال لقد عاونتني زميلتي مونة توفيق ببراعة هذه المرة يا سيد التفت مدير المخابرات إلى مونة وقال قد اتسعت ابتسامته أعتقد أنها شهادة يتمناها الكثيرون أيتها الملازم ولكنك كنت حقا رائعة هذه المرة تخطب وجه مونة بحمرة الخجل وقالت بصوت خافت للشرف يا سيدي ضحك مدير المخابرات وقال مداعبا رباه إنها المرة الأولى التي أرى فيها أحد أفراد المخابرات الحربية يتخطب وجهه خجلا ازداد حمرار وجه مونة فافتسب أدهم وقال هذا لا يمنع من أن الملازم مونة قد قامت بعملها وتقوم به دائما بصورة مرضية يا سيدي ثم التفت إليها وقال بابتسامة رقيقة إنها حقا فخر لبنات جنسها يا سيدي المدير قالت مونة لأدهم وهما يغادران مبنى المخابرات ترى هل ما قلته في غفة المدير يعبر عن رأيك الحقيقية يا سيدي ابتسم أدهم وقال وهو يفتح باب سيارته نعم أيضها الملازم مونة إنه يعبر عن رأيي تمام سألته هي تتخذ المقعد المجاور له في السيارة إذن لماذا تحدثني دائما بلهجة ساخرة في أثناء العمل تظهر أدهم بالدهشة وهو يقول بتخابس هل هذا صحيح؟ إنني لم ألحظ ذلك مطلقا ضحكت مونة وقالت مديرة دفة الحديث حسنا دعنا من ذلك هل لي أنا أسألك إلى من أرسلت تلك الباقة من الظهور التي بتعتها من مطار ميكسيكو ضحك أدهم ضحكة قصيرة ساخرة وقال إلى صديقنا حييم شيمون في قسم القصور بمستشفى في رقراس يا عزيزتي افتسمت مونة وقالت كم تميل إلى العبس في غير أوقات العمل يا أدهم وماذا كتبت له في البطاقة المرافقة؟ قال أدهم هو يقود السيارة لقد تمنيت له الشفاء ووقعت البطاقة باسم المخابرات المصرية ضحكت مونة وقالت لن يخدعوا هذا التوقيع وسيعرف في الحال أن مرسل هذه الباقة هو رجل المستحيل تمت بحمد الله شكرا أصدقائي على متابعة الحلقة للنهاية وإن شاء الله تكون عجبتكم ونلتقي مع حضراتكم في حلقات تانية إن شاء الله ياريت لما كنتش لسه اشتركت في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته